نظمت مضلصة شيماء للتكوين المهني بالمسيلة فعاليات الدورة التكوينية الأولى في زراعة الأسنان بمشاركة حوالي 30 طبيباً وتستمر على مدى ثلاث أيام التي يشرف عليها دكاتر مختصين الهدف هو إدخال طريقة جديدة لزعر الأسنان في الجزائر تمكن أي طبيب أسنان ممارس من القيام بعملية زعر الأسنان بمنتهى النجاح وأقل تكلفة الممكنة الهدف الرئيسي يعني تطوير معلومات كان بزاف الناس اللي يخافوا من الإنسان استحسن أطباء الأسنان المشاركون التقنية الجديدة لزراعة الأسنان للارتقاء بالمهنة والعمل على تقديم أفضل علاج للمريضة الفرق ما بينهو بين التقنية القديمة أنه التقنية القديمة فيها فتح اللثة بشفرع مع بيستوري فيها ستشور فيها ثاني ديكمبيكاسيون كيمال الدام ونرسك دينفكسيون فيها بهذه الطريقة ونرسك دينفكسيون سهل في وضع الامبلان وتبقى مثل هذه الضوارات التكوينية خطوة إلى الأمام لتطوير مهنة الطب على أمل أن تعقد ضوارات أخرى قريبا ترجمة نانسي قنقر